السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم من جديد في قناتكم فاردة شانيل أتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في أحسن الأحوال بإذن الله وما تنسوش الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على هذا الفيديو هناك بلاغ جديد من وزارة التعليم العالي في البوابة الرسمية دي الوزارة التعليم العالي تعزيز تدابير والإجراءات الوقائية لتصدي لخطر تفشي وباء فيروس كورونا بالنسبة لموضوع المذكرة تعزيز تدابير والإجراءات الوقائية لتصدي لخطر تفشي وباء فيروس كورونا وبعد كما تعلمون فإن بلادنا لم تتخطى بعد خطر تفشي وباء فيروس كورونا إضافة إلى تطورات الأخيرة التي عرفتها مؤشرات الحالة الوبائية بالمغرب بما فيها إلى تسجيل حالات إصابة مؤكدة بالمتحول الجديد لكورونا أوميكرون مما يستدعي المزيد من اليقظة والتزام بالتدابير الوقائية والاحتلازية الصادرة عن السلطات المختصة لتطويق رقعات انتشار هذا الوباء وفي هذا الصداد وحرصا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على ضمان السلامة الصحية لمختلف الفاعلين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي من طلبة وأساتذة باحثين وأوضر إدارية وتقنية يشرفني أن أطلب منكم إعطاء تعليماتكم لرؤساء المؤسسات التابعة لجامعتكم من أجل عقد كل الاجتماعات واللقاءات والندوات والتظاهرات العلمية والثقافية عن بعد إذن كل الاجتماعات واللقاءات والندوات والتظاهرات أيضا العلمية والثقافية ستكون عن بعد أطلب منكم دعوتهم تنظيم كل الانتحانات عن بعد حتى إشعار آخر إذا بالنسبة للانتحانات ذي التعليم العالي ستكون عن بعد حتى إشعار آخر وإذا يأتي هذا القرار كإجراء وقائي للحفاظ على صحة وسلامة الفاعلين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي اشرفني أن أذكركم بدعوات رؤساء المؤسسات التابعة لجامعتكم من أجل الرفض من مستوى اليقظة في مواجهة هذا الوباء والتقيض بأقصى درجات الصرامة بالتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية الواردة في البروتوكول الصحي المعتمد داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالية إذن إن شاء الله ستكون هناك امتحانات جامعية ستكون عن بعد وإذن كل الاجتماعات واللقاءات والندوات والتظاهرات العلمية والثقافية أتمنى الصحة والسلامة للجميع ما تنسوش إذا أعجبكم فيديو دعمي بإعجاب للفيديو إذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش دعمي أيضا باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليس لكم الجديد ما تنسوش تقاسم الفيديو لكي يتعمل فائدة والسلام عليكم ورحمة الله